أبو نذير بارك الله فيك سؤاله الأخير يقول كيف يعني الإنسان الشخص البسيط الذي يفسر الأحلام يقول فيه أشخاص بسطة يفسرون أحلام وهذا من الأمور الغيبية وهل شيء موجود اسمه تفسير الأحلام في الإسلام أبو نذير بارك الله فيك أولا بالنسبة لتعبير الأحلام نعم موجود في الإسلام وعندك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حينما رأى رؤية قال يا أبتي إني أرى في المنام إني رأيت أحد يقول يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين والله جل وعلا أرى نبيه قال وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ولذلك يا أخي الفاضل بالنسبة للرؤى والأحلام وتفسير الرؤى وتعبير الرؤى موجود في الإسلام فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما صلى الصبح وانتهى من الأذكار التفت إلى أصحابه يسألهم هل رأى أحد منكم رؤية هذه الليلة فمن رأى يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام وأحيانا يتدخل بكر فيقول يا رسول الله دعني أنا أعبرها يعبر الرؤية فيأذن له فيقول أصبت وأخطأت أصبت في بعض وأخطأت في بعض والمقصود أخي فاضل بالنسبة لتعبير الرؤى والأحلام موجود في الإسلام موجود الأمر الثاني بالنسبة للتعبير هل هو وهبي أم كسبي قولان لأهل العلم فمن أهل العلم من يذهب إلى أن تعبير الأحلام وهبي فالله عز وجل يهب من يشاء من خلقه وعباده هذه النعمة بحيث يعبر الأحلام ومن أهل العلم من يذهب إلى أن التعبير قد يكون وهبي وكسبي أيضا فكما أنه يكون وهبي يكون كسبي ما معنى كسبي يعني يتعلمه الإنسان يتعلمه الإنسان ويكتسبه من خلال معرفة قواعد التعبير المسألة الأخرى التعبير تعبير الأحلام لا يشترض فيه أن يكون الإنسان مثلا يحمل شهادة عليا أو شيء من هذا القبيل فقد يوفق الرجل العامي الذي أعطاه الله عز وجل فراسة وذكاء وأيضا لديه صفاء نفس أيضا واستظهار لنصوص القرآن والسنة ومعرفة بالقواعد الشرعية هذه فيعبر الأحلام المشكلة أين يا أخي الفاضل ما ذكرت من تطفل بعض الناس على موائد المعبرين وناس يعني قد لا يكون لهم يعني نصيب وحظ من قواعد تعبير الرؤى هنا المشكلة هنا المشكلة ولذلك قد يدخل على خط المعبرين وناس وللأسف الشديد مجاهي العين مجاهي الحال فيفسدون هذا الأمر العظيم ويتقحمون هذا الباب الذي هو فتوى ولذلك قال الله جل وعلا على لسان يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقد سئل إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله أي عبر الرؤية كل أحد قال أب النبوة يلعب أب النبوة يلعب فأنكر هذا إنكارا شديدا على أنه لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى وأنما لا يتصدى لتعبير الرؤى إلا من توفرت فيه الأدوات والأهلية في قضية تعبير الرؤى والكلام حول هذا طويل يا أخي الفاضل لكن أعيد لك بأن مسألة تعبير الرؤى والأحلام نعم موجود في الإسلام التعبير الرؤى والأحلام هل هو وهبي أم كسبي قولان المسألة الثالثة أن التعبير فتوى ولذلك الإنسان يتق الله والله جل وعلا يقول وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلعون وتعبير الرؤى الأحلام له قواعد قواعد وذلك كان بعض إمة السلف إذا عبر الرؤية مع تمكنه من التعبير يقول إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين ترجمة نانسي قنقر